بس ازا ما قلت لك كده محتاجين ان احنا اه ودي فوات حشية طبيعية محتاجين ان احنا نرايح الاعصاب نرايح الاعصاب ازاي بناخد فيتامين دل بناخد فيتامين بي سيكس بناخد اه الكالسيوم والماغنيسيوم مكملات غذائية تحتوي على هذه الحاجات كده مع بعضها ممكن اي اه اه ازن الخيار اه استفر الله حميم زا حميم زا حميم زا حميم زا ازاي اخس تمام احنا كده عندنا تلات اسئلنا موضوع النحافة عارفنا خلاص اه قلنا محتاجين ناخد حاجات رايح الاعصاب لو احنا مشكلة النحافة عندنا الاعصاب اه نحاول نرايح الاعصاب بتاعتنا ناخد فيتامينات بترايح الاعصاب بيتامين دلو بيتامين بي سيكس ناخد بعض المعادن اللي بترايح الاعصاب زي الماغنيسيوم والكالسيوم يبقى الماغنيسيوم والكالسيوم مع فيتامين ده الماغنيسيوم ناخدهم عن طريق المكملات او ناخدهم عن طريق الاكل بتاعنا نقول للمصادر الطبيعية بتاعتهم بسرعة. فيتامين ده المصدر الرئيسي بتاعه عشاجة الشمس. فيتامين بي سيكس افضل مصدر له الكبدة. آآ الدنيا بيتامين هي احنا قولنا. طبعا منتجات الالبان وبفضل منتجات الالبان مش اللي هي اللي تكون الحيوانية بفضل منتجات الالبان النباتية زي ايه مسلا زي حليب جوز الهند او اللوز. حليب جوز الهند او اللوز او حليب الشوفان او هذه الاشياء. ممكن ناخد يبقى كده دي مجموعة حاجات كده تريح لنا الاعصاب. ممكن اخدها من الاكل بتاعنا او نجيب مكملات غزائية بتحتوي. وطبعا الاكل بتاعنا يتصدر دائما يكون هو الافضل. ازا كان مناسب للشخص وازا كان الشخص ما عندهش حساسية من من الاكلات اللي احنا قلناها ديت يعني. وطبعا فيتامين ده المهم تعرض نصف ساعة عشارة الشمس. لو كانت بشرتك حساسة ممكن تجيبي فيتامين دال من خلال زيت كبد الحوت كابسولات زيت كبد الحوت موجودة عندنا ممكن ناخد. ده كده علجنا مشكلة ان حافظ صاحبة المنشأ النفسي والعضوي. العضوي تا ما احنا ما عندناش مشاكل عضوي.